أقامت جمعية شهباء الخير التنموية بالتعاون مع فرع جامعة حلب لحزب البعث معرض للفن المقاوم للفنان الأكاديمي صالح البوشي بهدف دعم الفن المقاوم والهادف كل لوحة بتحكي قضية قضية مقاوم أو قضية قضية بلد تعرض للإرهاب الممنهج وبلا حدود كل اللوحات الشاهفين ضمن هذه الصالح هي تعبر عن إرادة وصمود وتصميم هذا الشعب الذي بفضل تضحياته ودماء الشهداء انتصرنا بعون الله قدم الفنان صالح البوشي نحو ثلاثين لوحة تحدثت عن سوريا المقاومة كيف تحدثت كل العصور منذ أيام أبي فراس الحمداني حتى اليوم نحن فكرنا نعمل هذا المعرض بسبب انتصارات حلب خاصة وانتصار سوريا بشكل عميمي على الإرهاب حدفنا من هذا المعرض ونشر فكر المقاومة ونشر ثقافة المقاومة بين أبناء المجتمع جينا شفنا صور لشيء مقاوي بدل على المقاوي الإنسان لازم يكون شروش مجزرة في قلب البلد هذا وشيء حلو جميل يعني بيعكس الواقع اللي نحن عايشين فيه شمل المعرض لوحات تحدثت عن فن الصمود والمقاومة الفلسطينية التي تعيشها في حربها ضد العدوان الصهيوني وعن صمود الجيش العربي السوري درع المقاومة الذي تحدى كل ظروف الحرب على مدار أكثر من ثماني سنوات